اشتركوا في القناة الكنز ده مش دهب ولا ألماظ ولا يقوت ولا مرجان الكنز ده أغلى من كل الأشياء دي الكنز ده بيطفق غضب الرب وبيفك الكرب وبيزيل الهم وبيجلب الرزق وبيضاعف حسنتنا الكنز ده بيشفي المريض وبيطهر النفوس وبيجعل دعاقنا مستجاب الكنز ده بيصد عنا سبعين باب من أبواب السوق في الدنيا الكنز ده من الكنوز اللي بتقفر عن زنوبنا وبتمحيها تماما وكأنها لم تكن الكنز ده كمان باب من أبواب الجنة الكنز ده هو الصدقة كتير مننا بتعامل مع الصدقة في المرض والأزمات والطارق فقط يعني مثلا ابنك تعبان وبيعمل عملية فتقوم على طول تفكر وتطلع صدقة بنيت إن ربنا يشفي صح من النبي عليه الصلاة والسلام قال داوم ورضاكم بالصدقة عندك مشكلة كبيرة في شغلك في بيتك عندك هم وغم وقرب ونفسك ربنا يفرجها عليك على طول بتطلع صدقات بنيت إن ربنا يفك قربك شيء جميل ما بتخلفش ونفسك ربنا يرزقك بأطفال على طول بتطلع صدقات بنيت إن ربنا يرزقك بالزررية الصالحة شيء كويس جدا كل الحاجات دي كويسة جدا وجميلة جدا لكن الأجمد من كده كمان اللي بيطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة الأولاي المننا اللي بيطبق الحديث الشريف ده والأولاي المننا اللي بيتعامل مع الصدقة على إنها شيء أساسي في حياته وبيخرجها سواء في الشدة أو في رخاء ما تيجو كلنا نعيد حسابتنا ما تيجو كلنا نطبق الحديث الشريف ده علشان نكسب أكبر قدر أو أكبر جزاء وسواب من عند الله لأن المؤمن اللي بجد هو اللي بيتقرب إلى الله في وقت الشدة وفي وقت الرخاء مش في وقت الشدة بس أي حد بيتقرب إلى الله في وقت الشدة أي حد عنده محنة عنده أزمة عنده مشكلة عنده مرض على طول بتلاقيه بيتقرب إلى الله وبيخرج صدقات لكن مش أي حد في وقت الرخاء تلاقيه بيتقرب إلى الله وبيخرج صدقات إلا المؤمن المخلص لربه فقط المؤمن اللي بجد فتعالوا كلنا نخلص النية لله ونخلي الصدقة دي عادة من ضمن عادات حياتنا الطبعية ونخرجها سواء في شدة أو مش في شدة علشان نفوذ بالكنز العظيم ده ونكسب الباب ده من الجنة باب الصدقة تعالوا نشوف مع بعض ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا الصدقة ازاي في القرآن الكريم قال إيه جل وعلا؟ قال عن الصدقة إن هي كمسل حبة كمسل حبة أنبتت سبع سناد في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم حبة دي الصدقة أهي كمسل حبة زرعناها لما بنخرجها كأننا زرعناها زي ما ربنا قال تمام؟ ولما زرعناها طرحت لنا سبع سنابل في هنا سبع سنابل في كل سنبلة من دول طرحت لنا مئة حبة أدي مئة وآدي مئة وآدي مئة وآدي مئة وآدي مئة وآدي مئة 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 لغاية 700 حبة ومش كده وبس لأ لغاية 700 ضعف يعني ممكن كمان 700 ألف 700 مليون 700 مليار انت بقى وعلاقتك مع ربنا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم أظن ده يعني من أغلى وأعظم الكنوز سبحانك يا أكرم الأكرمين يا الله يريد كلنا نختنم الكنز العظيم ده تعالوا نشوف بقى الرسول عليه الصلاة والسلام وصف لنا برضو ازاي الصدقة في الحديث الشريف قال لنا عنها ايه قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار خدوا بالكم معايا من دي الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ازاي الكلام ده تعالوا نشوف معا ايه دي النار اهي ايش عايزة تولى عليه أو ماشي ماشي مش مشكلة انا اعتبر ان دي النار تمام النار هنا يعني الخطيئة والزنوب بتاعتنا تمام ودي الصدقة الصدقة هنا تتمثل في او دي الميه تمام الميه هنا تتمثل في الصدقة تمام تمام دي هنا الصدقه وده الخطيئة او دينا مش م Hoe corpses Considering والزنوب بتاعتنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه بقى قال لما بنخرج الصدقة دي ايه اللي بيحصل ايه اللي حصل دلوقتي دي الزنوب ايه اللي حصل فيها انطفت اتماحت وكأنها لم تكن خلاص ما بقاش عندنا زنوب يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقولك لو انت عندك زنوب وقلبك موجوع من قصرة الزنوب والمعاصي ونفسك تكفر عن زنوبك ام دلوقتي وتصدق ام دلوقتي وتصدق وانت ربنا هيمحي لك كل زنوبك ربنا هيخفل لك كل زنوبك وإحساس الوجع اللي عندك ده هيتبدل بإحساس يعني رضا وسعادة وسكينة كده في قلبك اظن ما فيش أسرع من الصدقة بتكفر الزنوب فيعني وطبعا كلنا عندنا زنوب ومعاصي ما فيش حد خالي من الزنوب لكن ربنا من رحمته بينا بينزل لنا الكنوس دي او بيخلق لنا الكنوس دي علشان نطهر بيها نفسنا ونكفر بيها عن زنوبنا فضل وخير كبير جدا جدا ممكن تعيشوا بسبب الصدقة ومحدش يقول الصدقة دي بتاعت الغني بس لا الصدقة دي بتاعت الغني والفقير والمتوسط بتاعت الكل وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال استبقى درهم ألف درهم يعني ممكن واحد يتصدق بعشر جنيه يسبق واحد تاني تصدق بألف جنيه اللي تصدق بعشر جنيه ده ممكن يكون كل اللي معاه خمسين جنيه فهو كده تصدق بخمس ميله واللي تصدق بألف جنيه ده ممكن يكون عنده مليون جنيه فهو كده لست عنده كتير ممكن الجنيه اللي انت بتتصدق بيه وانت ماشي في الشارع ده يكون عند ربنا أفضل من واحد تاني تصدق بمئة جنيه أو بمئتين جنيه في ناس كتير جدا بتخرج صدقات يعني بألفات الفلوس لكن يعني بتخرجها من باب المظاهر والمنظرة فمش انت اللي تحكم ولا انت اللي تقول لان ربنا سبحانه وتعالى مطلع على النواية وما تقولش أنا فقير ومتجس علي الصدقة لا تصدق باللي تقدر عليه باللي تقدر عليه ممكن تكون يعني فنوزلك حاجة بسيطة لكن عند ربنا كبيرة قوي وعظيمة قوي فتصدقوا واختنموا الفرصة العظيمة دي تعالوا بقى أقول لكم على الأفكار حلوة جدا للصدقات أول حاجة ممكن تجيبوا حصالة وتحطوها في قضيتكم وكل يوم تحطوا فيها جنيه أو 2 جنيه أو 3 جنيه تمام؟ ممكن تجيبوا حصالة وتحطوا فيها جنيه أو 2 جنيه أو 3 جنيه أو على حسب ما يتيسطر معاكم وتيجوا آخر كل شهر تفتحوا الحصالة دي وتتصدقوا بالمبلغ اللي موجود فيها ويا سلام بقى لو عودنا أطفالنا الحلوين على أنهم يعملوا كده من صغرهم هتبقى حاجة عظيمة جدا ممكن كمان تشتري عدد من الكراسي وتحطها في المسجد علشان أي حد هيصلي عليها هتاخد أجره وثوابه بإذن الله مش قادر تشتري كراسي ممكن تشتري مصاحف وأي حد هيقرأ في المصحف هتاخد أجره وثوابه بإذن الله ممكن مثلا تطلع طقم من ملابسك ومن ملابس ذوكتك ومن ملابس أولادك وتخسلوهم كويس وتكوهم وتكيسوهم وتتصدقوا بيهم على أسرة فقيرة وياريت بقى الهدوم دي ما تكونش مثلا قديمة عندكم أو صغرت عليكم لا ياريت تكون من أعز وأحلى حاجة بتلبسوها علشان الصدقة قبل ما بتروح لإيد الفقير بتروح لإيد ربنا الأول وزي ما السيدة عائشة أم المؤمنين كانت بتعمل كانت بتعطر الفلوس قبل ما بتتصدق بيها ولما سألوها قالتهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمني إن الصدقة قبل ما بتقع في إيد الفقير بتقع في إيد ربنا الأول فياريت كلنا نتعامل بالثقافة العظيمة دي علشان ننول أكبر يعني أكبر جزاء وأكبر ثواب من عند الله ممكن كمان تطبع دعاء الخروج والدخول إلى المنزل على ورقة كبيرة مثلا وتحطها على بوابة العمارة من تحت علشان أي حد نازل أو طالع هيقرأ الدعاء هتاخد أجره وسوابه بإذن الله ودي طبعا حاجة بسيطة علينا كلنا وفي مقدرتنا كلنا ويا ريت كلنا نقوم نعملها دلوقتي ممكن كمان تعمل كل دير في الشارع لأن من أفضل وأعظم الصدقات صدقة ساقي المال لو أنت مش قادر تعمل كل دير ممكن تشتري كل من من الكبير اللي احنا بنشوفه في الشارع ده وتخسله وتعتني به طبعا وتحط فيه تلج ومية نظيفة وتحطه قدام بيتك أو محلك أو محل واحد جارك علشان أي حد هيشرب من المية دي هتاخد أجره وسوابه بإذن الله ودي طبعا تعتبر صدقة جارية ممكن مثلا وانت ماشي في الشارع لما يقابلك حد من عمال منضافة أو ستة عجوزة من اللي بيبقوا قاعدين يبقوا وعيش في الشارع ممكن تعالي على السوبر ماركت وتشتري مثلا قلبة عصير باكوين بسكوت شوكولاتاية وتروح تدهاله أو تدهالها لأن الناس دي غلابة جدا ما بيشتروش نفسهم الحاجات دي وأي قرش بيوفره لعيانهم فدي حاجة بسيطة جدا بالنسبة لك لكن يعني كبيرة قوي عنده وهتفرحه أو هتفرحها جدا ممكن كمان لو أنت عملك اكسسوار كتير ممكن تستغني عن حاجة منهم وتحطيها في شنطتك وانت ماشي رايحة شغلك رايحة جامعتك رايحة مدرستك رايحة أي مكان لما تقابلك بنت من اللي بيبيعوا منديل في الشارع أو في المترو لبسها لها وفرحيها بيها ممكن كمان في ظل الظروف اللي احنا فيها دي والكورونا وربنا يا رب يرفع عنا الوباء عن قريب إن شاء الله ممكن مثلا تشتري عدد من الكمامات وتوزعها لأهل قريتك لو أنت مؤتدر أو لو مش مؤتدر يعني تجيبي العدد اللي تقدر عليه وتديه للناس الغلابة اللي أنت عارف ان هم مش قادرين نشتروا كمامات كل يوم ممكن برضو تساهم باللي تقدر عليه في تطهير قريتك مثلا طبعا نحن بنطهر القرية والحي من وباء كورونا تساهموا لو بحاجة بسيطة بس علشان ربنا يحميك ويحمي عيالك وإن شاء الله ربنا يرفع عنا البلاء عن قريب بإذن الله تعالى تعالوا بقى أقول لكم أو أحكي لكم على قصة جميلة جدا سمعتها من الشيخ محمد حسان وحب أن أحكيها لكم الشيخ محمد حسان بيقول وبيقسم بالله أنه هو كان ليه صديق شخصي من المنصورة أستاذ جامعي ربنا بتلاه بمرض في قلبه فأولاده وزوجته أصره أنه لازم يروح يتعالج في لندن وبالفعل سافر وهناك الدكاترة قالوله أن أنت عندك شريان ضيق جدا ومحتاج توسعة ولازم يتعامل عملية في أقرب فرصة في خلال يومين أو ثلاثة بكتير علشان حياتك في خطر فالدكتور قال لهم واستأذنهم أنه هو يرجع بلده تاني يسلم على أهله وناسه ويكتب وصيته علشان هو مش ضامن عمره ومش ضامن أنه هو يرجع تاني الدكتور قال له أوكي وفعلا سافر كتب وصيته وسلم على أهله وصحابه وولاده وقبل ما يسافر بيوم واحد بس كان قاعد مع مجموعة من صحابه في مكان معين وهو قاعد شاف ستة عجوزة وقفة عند راجل جزار والراجل الجزار ده هو بيقطع اللحمة كل شوية تقع منه حتة دهن حتة عظمة فالستة دي تشيل الحاجات دي وتحطها في شنطتها فيعني استغرب جدا وقال للستة دي بتعمل ليه كده فقامه راح لها واسألها قال لها أنت بتعملي ايه يا أمي قالت له أو الأول بكت وعيطت وقالت له والله يا ابني أنا عندي سبع بنات يتامة مدقوش اللحمة بقالهم أكتر من ستة شهور وانا ستة فقيرة وغلبانة وعلى قد حالي مش قادرة جب لهم نص كيلو لحمة فالأستاذ بكى عيط صعبت عليه جدا طب طب عليها وقالها ما تزعلش يا أمي وقال للجزار اقطع لها تنين كيلو لحمة والستة دي هتجي لك كل أسبوع تقطع لها اتنين كيلو لحمة زيهم وحساب سنة مقدم كام قال له كذا قال له تفضل الستة دي بكت يعني بكاء شديد جدا جدا ورقعت على رجليها وقعدت تدعي ربنا دعاء يهز القلوب قعدت تدعي له دعاء يعني كتير قوي قعدت تدعي له بجد فقومها وطبطب عليها وروحها وروح لعياله وقال لهم انا حسس ان انا خفيت انا حسس ان انا خلاص يعني مش محتاج عملية انا عمري في حياتي ما حسست بالقوة والنشاط والصحة اللي أنا فيها دي في حياتي قبل كده انتو لو قلتولي قوم هد البيت دا دلوقتي هقوم هده لكن ولاده اصروا ان هو لازم يروح يعمل العملية وبالفعل سافر ولما سافر الدكتور هناك اول ما شافه استغرب جدا يعني قال ايه دا مش هو دا الشخص اللي كان عندي من يومين ثلاثة انا كان عندي واحد خلاص بيخلص بيموت لكن اللي قدامي دا شخص يعني بيكامل صحته وقوته فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الدكتور لما شاف النتيجة اتصدم اتصدم قال ايه ده مش معقول سرخ قال له ازاي ده ايه اللي حصل انت عملت ايه الشريان اللي كان محتاج توسعة اتسع اتسع انت عملت ايه قال له تصدقت تجرت مع الله شايفين الصدقة ممكن تعمل ايه الصدقة ممكن تصنع المعجزات زي ما قلت في الاول الصدقة بتشفي المريض وبطهر النفوس وبتجعل دعاءنا مستجاب الصدقة ممكن ترفع عنك وعن ولادك بلاء كبير كان ممكن يحصل لك الصدقة كنزة عظيم يا ريت كلنا نختنم الكنز ده ونحاول نكسب الباب ده من الجنة باب الصدقة ويا ريت تحرص على ان الصدقة دي تكون في السر علشان ننول اكبر سواب وجزاء من عند الله تعالى يا رب اكون قدرت اقدم لكم محتوى مفيد وقدرتوا تستفادوا منه ان شاء الله انا كده خلصت فكرتي الاولى هنروح لفاصل صغير وهنرجع لكم تاني مع الجوكر استنونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة